والآن مشاهدين نتحول لمتابعة المؤتمر الصحفي للمدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم كارلس كيروش هل بخير؟ هل بخير؟ حسناً، إذا كان أحد أكثر من أفضل، أعتقد أنه يمكنني أن أصدقائي سأحاولي أفضل نتعلم أننا نتعرف على الوطني لك بأننا نتعرف على الوطني بأننا نتعرف على الوطني نحن نحن نشاء الله في موقف جيد جدا من أجل المنتخب المصري ومن أجل بطولة أمم أفريكيا هل يمكن أعود أن أعود على حالتك ومن أكثر عن مسئولة ألقي أستخدم لذلك يمكن أن أعود على أجل المنتخب المنتخب. سألتنا نتحرك للأسئلة مرحباً، هل تستطيع أن تسمعني والتعلم؟ أفضل؟ 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 أفضل، لنذهب الآن، نبدأ من الأول هنا، حسنًا هذا من اليوم السابع حسنًا حسنًا لا يوجد صوت هنا حسنًا ما هي المسبب؟ لنجد أفضل؟ طريق حمد ومحمد مجد هذا أيضًا عن المنزل الأربية و هذا الوقت للعجميع حسنًا أقول هذا نعم؟ أبدا! أعرف أكبر كما قالت في أولاك بعد النسائل المباركة وبعد ما أردت 40 عام بفرصية المتعامل بالتأكيد بخشانات المنطقة لدي أحد شخص manufacturer أحب الكثير من المتعادل كان هناك أحد شخص شخص المبارك أيضا التمسيط سيحفة أصدقاء قائمة ويأتي من قائمة لأعطاء الوصولات مجموعة أعمالي حيثي ومعي أفضلها هو قائمة المدارب يقول جماعة كما قلت من قبل في أول لقاء وكذلك مع خبرة أكثر من أربعين سنة في المنتخبات أن المدرب يعتني بلاعب خاص لعب خاص يتحدث عنه وهو الفريق اختيار اللاعبين ويجاد أفضل الحلول هي مسؤولية المدرب من أجل اختيار فريق قوي وبناء استراتيجية ومنها نتحدث عن اختيار اللاعبين هذه هي المؤولية ليست مجتمع بل أنا أستطيع أن أتحدث عن المدرب كارلوس كيروس كيف يتحدث عن ما نتحدث عن ما نتحدث عن مجالي كمدرب كارلوس كيروس كمدرب للمنتخب ننفع ن Lands 필 육asive نحلل للعبين ونحلل الفرق ندرس كل المعلومات وكل التفاصيل عن أداء اللاعبين لدينا تقريرات مجردات بكل تكنيكي وفيسيكي وميطيكي بكل أداء اللاعبين لدينا تقرير أكثر استفادة وتمنق كل المعلومات عن الحالة الفنية والبدنية والنفسية للعبين نحن لنا أن نختار أربعين لعب نحن لنا أن نختار أربعين لعب نحن لنا أن نختار أربعين لعب نذهب مرة أخرى من أجل الملاحظة نحصل على المعلومات ونحصل على التفاصيل نعلم جيداً ما هي المنافسة اللي هنلعبها دلوقتي في أمم أفريقيا شكل الفرق أو شكل الخصم اللي هنلعبه نحن نحصل على منافسة ضرورة في أمم أفريقيا منافسة اللي هنلعبها دلوقتي في أمم أفريقيا منافسة اللي هنلعب في أمم أفريقيا هنلعبها يمكن أن تفكر المعب ونفعل المعب في أمم أفريقيا منافسة اللي هنلعبها منهم أربع وعشرين اللاعب بيقدروا أنهم يحددوا المباراة ويفكروا في المباراة يمكن ثانية أو سانيتان قبل بقية اللاعبين الباوتيين اللي هما الخصوة العالم وصلنا إلى لحظة اختيار أربع وعشرين اللاعب أو خمس وعشرين اللاعب ويهذا هو لحظة اللحظة اللي هنلعب فيها مناقشة كل التفاصيل ونسعى إلى أن نختار اللاعبين تقوم ببناء فريق متماسك وفريق قوي كذلك فريق يكون فيه تناغم فريق يكون له عقلية قوية من أجل الكتال في المباراة ونحن نحتاج أن نتخذ كرارات في مصر يكون موجود أكثر من ألاف اللاعبين نختار أربعين اللاعب الآن نختار أربعين اللاعب لأكثر من لعب المدرب كان يحاول أو يثير مقعد وكنك تصنيت في أسمين ومن ذلك أنت تأتي فقط بإسمين ومن ذلك أنه تأتي فقط بإسمين من ذلك أنت تأتي فقط بإسمين من ذلك أنه عقلية showcراء ديينين مجدين من que هلما أنني كانت تتعابة نكي لا أستطيع أفهم ومجدين أفهم موان، رفاد، ياسين الكثير من الأشياء التي أريد أن يكون لديهم هنا ولكن أستطيع أن يكون لديهم 24 أو 25 والإجابة الواضحة للسؤالك لا نسأل لماذا هل هذه المعارضة لا يوجد في القائمة؟ أسأل لماذا سلايا إذا أردت أن أردت كل المعارضة لماذا شناور، قادر، صوبر، أكرم، فاتي، أمار مرموش، صلاة، ترزيغي لماذا هل في القائمة؟ هل في القائمة؟ لأنني أعتقد والمدرب بيقول درقاتي أنه الأسامي اللي ذكرها المدرب ليه موجودة في الفريق؟ موجودة في الفريق لأن المدرب بيثق واثق من 25 لعب الموجودين سوف يكون قادر أن يبني فريق قوي متماسك يلعب كورة قدم جيدة يكون قادر على الفوز بروح قطلية قوية بعقلية قوية وكذلك بالتصرف جيد أثناء الهجوم والدفاع لأن المنافسة تعتبر قوية جداً والمصابقة صعبة جداً ونحتاج إلى لاعبين جاهزين أن أعطي خلال الأربع أو الخمس أيام الإجابة الصحيحة وأن تكون إجابتها صحيحة من الجانب الهجومي ومن الجانب الدفاع المدرب بوظفته ليس هي استثناء لعبين ولكن هي تضمن لعبين قبل سواءissant لا ماquéحد صحيحة في المدرب لا أحد إذا كان إجد من فريق ومنها اخترت 25 لاعب ان هما يقوم موجودين في الفريق and my answer to your question we coaches we talk on the pitch players talk on the pitch and with the help of god i trust that these 25 players will be ready to give us the good answers during the african cup of magic وإن شاء الله بمساعدة ربنا إننا إن شاء الله المدرب واسك إن الخمس وعشين لعبة تكون إجابتهم إن شاء الله الإجابة تكون إجابتهم إن شاء الله الإجابة تكون إجابتهم 40 players who stand by If something happened, we call them The rest, it's only opinion And all opinions are good opinions in football And everybody is free to have these opinions And just to finish your question And I hope this will be clear My responsibility is team selection And I trust and I have confident That these players that I have with me They'll be able to bring a very strong team for Egypt Thank you But now he said Asked for him that he would make light From the root of the fortality Start to strong right and go Because this already came late So he wants to ask me Already from the inside Yeah He's talking We feel some confusion to me Because we thought that we will start day 27 And after we change And after we start with 25 players And after you add more three players Okay, let's make it Listen And now is the second point of the question About your deal About your deal Another question About your deal with the Federation That you've already agreed with them That you will take this cup Or you will achieve the semifinal Or what is your target Is this Africa National Well, let's start With the last question Because it's the most easy That question is more easy Because That question doesn't exist in football There is no one single coach That Sign contracts With a specific Target About competitions We cannot make agreements Based on the wish of God It's an important question Important question To make it clear That The main The main Achievement Of my contract And my responsibility Main When I deal The disagreement With Egypt Federation Was The World Cup Qualification I don't want any doubts About that No doubts about that My contract My main responsibility The target Of Egypt National Team Is qualified For the World Cup And the goal Of the work of God That would be That the goal Of Egypt That was the ووصول إلى كأس العالم